هذا هو المهم إطار التصريحات يعني الذي قاله بن يمين نتنياهو بأن احتمال أن يكون هناك اتفاق ضئيل الإطار هو الذي كان مهما كان ذلك خلال اجتماع مع مجموعة من العائلات أو ما يسمى في منتدى الأبطال والأمل هذا المنتدى لعائلات من الجنود القتلى التي تطالب بن يمين نتنياهو بالمضي قدما في الحرب يعني هذا هو البعد الذي اعتمد عليه بن يمين نتنياهو للاتكاء على رفض الصفقة بالقول بأن هناك مجموعة من الإسرائيليين الذين يطالبون بأن تستمر المعركة في رفح وأن لا يكون هناك صفقة هذه ليست عائلات المحتجزين هذه عكسها هذه أولئك الذين يطالبون باستمرار الحرب وهم فقدوا جنود قتلى ابن أخوه الأخرين الذي قاله بن يمين نتنياهو أولا بأن المضي قدما في عملية عسكرية في رفح سوف يكون مع صفقة أو بدون صفقة أضاف بأن هذا الاحتمال ما زال ضئيلا ولكننا ندرس الإمكانيات الموجودة نحن سوف نصل إلى النصر الحتمي بغض النظر عن الضغوط التي تمارس علينا أولئك كانوا يهددون بعمل إضراب عن الطعام ولكن هذا التهديد كان قبل عيد الفصح عند اليهود طلبوا بأن ينطفروا الاجتماع بن يمين نتنياهو بعد انتهاء العيد وبالتالي يتم الحديث معهم من قبل نتنياهو جلس معهم بن يمين نتنياهو وأقنعهم أن لا يكون هناك إضراب عن الطعام لأنهم يطالبون باستمرار الحرب اليوم هناك اجتماع لمجلس الحرب اليوم هناك اجتماع بين بن يمين نتنياهو وبين كفير اليوم هناك انتفار للورقة الفلسطينية التي سوف تعود من الدوحة إلى القاهرة لسماء رأي حماس بهذه المسألة اليوم لا يوجد هناك صفر للوفد الأمني الإسرائيلي للقاهرة وذلك للتباحف حول الصفقة لأنهم أعلنوا بأنهم سوف ينتظروا الموافقة الفلسطينية قبل إرسال الوفد هناك ضغوط دولية بلينكين موجود في المنطقة في السعودية كان أمس تحدث بكل وضوح قال لا يوجد هناك خطة واضحة لكيفية التعامل مع عملية رفح وفي نفس الوقت الحفاظ على حياة المدنيين هذه الخطة كان يجب أن تقدم قبل عدة أسابيع لم تقدم بن يمين نتنياهو والحكومة الإسرائيلية تقول بأن كل الاستعداد قد تمت في الأسبوع الماضي تم توقيع القرار العسكري الإسرائيلي بإتمام عملية رفح وطبعا مقربون من نتنياهو يقولون بأن الخيام جاهزة سواء في منطقة المواصي أو في منطقة خانيونس يمكن لأولئك الذين هم في رفح أذهب إلى تلك المنطقة طيب نعود الآن هل هذا يعني نهاية المطاف؟ لا ليس بالضرورة بأن المفاوضات أو الصفقة انتهت هذا تصريح وقال ضئيل هذا لا يعني بأنه رفضوا ولكن هذا طبعا بحاجة إلى سجالات طبعا نحن نعلم بأن بني جانس حدد بأنه سوف ينسح بين الحكومة الإسرائيلية إذا ما تم إلغاء الصفقة وقال بالحرف قال صفقة يوافق عليها من قبل المستوى الأمني أي المساعد المخابرات الإسرائيل والبشق طبعا هو يصد الجيش الإسرائيلي هنا هذه النقطة تحديدا أحمد يعني ليست أول مرة يهدد جانس قبلها كانت هناك تهديدات من عيزنكوت من جانس وطبعا والتهديدات المستمرة من قبل اليمين المتطرف كل من منكفير وسموتريتش أيضا فيما يخص الحكومة وحلها هنا تحديدا من يعني يكون صادقا في تهديداته هذه لأنه في الآخر لا يأخذ أي منهم أي خطوة التهديد سهل يعني الجميع يستطيع أن يهدد منكفير يهدد بالاستقالة سموتريتش يهدد بالاستقالة والجميع يعلم بأن أي انتخابات قادمة يعني إذا هددت وتمت الصفقة وانهارت الحكومة الإسرائيلية لن يكون هناك مستقبل سياسي لعدد من أولئك السياسيين الإسرائيليين إما بينكفير الذي لن يعبر من نسبة الحسن أو سموتريتش الذي يمكن استبداله بسياسي أخر داخل حزب الصهيونية الدينية بيني جانس يهدد ولكن ليس بالضرورة أنه سوف يستقيل رغم أن ذلك سوف يكون من صحته لأنه في حسب استطلاعات الرأي هو يتصدر ولكن القضية الآن هي لها ثلاثة أبعاد هناك البعد الإسرائيلي الداخلي الذي هو مضطرب ومشوش تماما ولا نعلم ما الذي يسعى له كل طرف هذه المسألة بين التهديد والوعيد وبين موقف نتنياهو المتصلب هو ضد أي صفقة والذي يريد إتمام العملية في رفاعه هناك الموقف الدولي الذي واضح بأن هناك ضغوط أمريكية واضحة في موضوع إرسال الأسلحة إرسال التمويل الضغط من بايدن بايدن الذي اتصل مع الرئيس السيسي ثم اتصل مع أمير قطر ثم اتصل مع بن يمين نتنياهو عاود الاتصال مع بن يمين يعني هناك حراك أيضا على مستوى الرئيس الأمريكي وليس فقط إرساله لبلينكين إلى المنطقة المحور الثالث هو كل الضغوط التي تمارس على الحكومة الإسرائيلية وعلى المجتمع الدولي بما أن طبعا أنا أقصد بذلك مظاهرات الجامعات في الولايات المتحدة التهديد بمذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين من قبل المحكمة الدولية أو محاكم أوروبية موجودة الوضع الاقتصادي المتردي في إسرائيل يعني اليوم سوف يصل سعر البنزين على سبيل المثال الأعلى في إسرائيل سوف يصل إلى ثمانة شواكل يعني قرابة 2.2 دولار أمريكي وهذا يعني مرتفع جدا في وضع اقتصادي متردي هذا ما فنحن ننطفر نحن ننطفر 24 ساعة هذا هو في المحصلة النهائية هذا كل الجدول الزمني الذي يعطيه إما إسرائيل توافق على هذه الصفقة لا يوجد الكلام عن تمديد وتأجيل لا الجانب الأمريكي يريد تأجيل ولا الجانب الإسرائيلي يريد تأجيل يعني إما المضي قدما في صفقة أو المضي قدما في معركة رفح والبدء عمليا طبعا عملية لن تبدأ غدا يعني إذا تم رفض الصفقة عملية رفح لن تبدأ يعني يوم الخميس طبعا سوف يكون هناك إعطاء مهلة للمدنيين لمغادرة المكان يمكن أن أستارخ بضعة أسابيع يمكن بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بعد ذلك الإدخال التدريجي للقوات العسكرية الإسرائيلية شكرا جزيلا أحمد البوديري مراسل غد كنت معنا من القدس المحدة الآن اشتركوا في القناة Kara